اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان مباراة الزمالك والمريخ السوداني سجل يا تاريخ الزمالك الملكي يسجل اسرع هدف في تاريخ بطولة ابطال افريقيا باقدام لاعبه مصطفى شلبي بعد مرور 11 ثانية من بداية المباراة الحمد لله دائما وابدا الزمالك الان متقدم بهدفين مقابل هدف الهدف الاول لمصطفى شلبي والهدف التاني لناصر منسي في ديئة السالسة من عمر اللقاء ونجح المريخ السوداني في ادراك هدف ديئة السابعة عن طريق رمضان في النهاية المباراة تعني الكثير للزمال كوية عودة الامل وعودة بناء الفريق دفعة معنوية لفريق الزمالك بصرف النظر ان الزمالك خرج من البطولة هو والمريخ لكن الزمالك يحتاج الى دفعة معنوية حتى يعود من جديد مع الاسد مرتضى منصور نتمنى التوفيق لنادي الزمالك اللي جماهيره دايما مسانداه على الحلوة وعالمر جمهور الفن والهندسة دايما واقف مع فريقه في جميع الاوقات